تقبل وزير والفلاحة ترماتي الريفية عبدالحميد حمداني أمس بمقر الوزارة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر إغوار بيليف وتحادث حول سبوليت عزيزية تعاون والشركة الاقتصادية بين الجزائر وروسيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك لسيما السحاب وكذلك النباتية والحيوانية وجوبة الحبوب وخلال هذا اللقاء الذي حضره إطارات من الوزارة نوها الوزير بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين على جميع المستويات مشيرا إلى أن تفعيل التعاون في الميدان الزراعي سيعطي دفعة جديدة لهذه الشركة ومن جهته أبدأ إغوار بيليف استعداد بلاده للتفاهم والتقاسم التجربة الروسية في جميع المجالات الفلاحية كما اتفق الترفان على ترقية المنتجات الزراعية في الأسواق أو في سوق البلدين